بيان المثقفين السوريين الذي وصل في بعض الحالات حد التهديد بالتصفية الجسدية فإننا نحن المواقعين على هذا البيان أولاً نحمل السلطات السورية بحكم صفتها ومهماتها كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن فلتان الأمن واستباحة من يوصفون بالشبيحة للشوارع والأماكن العامة والبيوت الآمنة وعن أي أذى يمكن أن يحيق بأشخاص وامتلكات السوريين ثانياً نحذر كل من يعتدي أو يهدد أو يشاهر بالمواطنين والمثقفين والمعارضين السوريين بأننا شكلنا فريقاً قانونياً متخصصاً يقوم بتوثيق وتسجيل كافة الحالات آنفة الذكر من أسماء أشخاص وأرقام هواتف ومقاطع فيديو وصور وشهادات حية لكل من ثبت تحريضه أو تميله أو مشاركته المباشرة بمثل هذه الاعتداءات في السابق وحالياً وسنغم بملاحقتهم قانونياً وفق ما تنص عليه مواد القانون السوري في حالة التحريض والتهديد والاعتداء والتشهير ثالثاً نعلن استنكاراً وأسفاً على الصمت والتجاهل المقصود الذي تبديه كل من نقابة الفنانين ونقابة الفنان الجميلة ونقابة المعلمين ونقابة المحامين واتحاد الصحفيين السوريين واتحاد الكتاب العرب واتحاد الطلب السوريين تجاه ما يحيق بأعضائها من أخطار دون أن تحرك ساكناً أو تبدي أي موقف رافض ونعتبر صمتها هذا بمثابة الموافقة على تلك التجاوزات الخطيرة كما أنها تشكل مخالفة وانتهاكاً صريحاً لأنظمة ولوائح تلك الجهات نهيكم عن ثبوت تورط بعضها بالاعتداءات المباشرة على أعضائها رابعاً ندعو كل من يتبنى سياسة العنف تجاه من يخالفه الرأي أن لا يورط نفسه بما يساعد في زعزعة الاستقرار الاجتماعي وندعوه لاحترام حرية الرأي والتعبير التي نريدها لنا جميعاً مؤكدين أن الحرية ليست مطلباً فئوياً أو طارئاً بل هي ضرورة وحاجة وطنية واجتماعية وانسانية محمية قانوناً وفق المواثيق والقوانين المحلية والعالمية ونحن إذ نصدر بياننا هذا فإننا ندين في المقابل كل من يقوم بأي إجراء أو سلوك عنفي من الطرف المقابل مؤكدين أن لا مبرر بالمطلق يستدعي سلوك طريق العنف ومهما بلغت الاعتداءات والاستفزازات إذ إن سعينا هو عقدنا الاجتماعي الذي نريد بنائه في سوريا الجديدة هي دولة القانون والمؤسسات دولة تكون فيها المواطنة الكاملة هي الصفة الوحيدة والنهائية لكل سوري مهما كان انتماؤه العقائدي والديني والجغرافي والقومي ويكون فيها القانون هو أساس الحكم